من الصغر وإحنا كنسمعو هذيك القضية ديال أما اللي قديرين بحل الموش والفار خصوصا إلا كانوا عندك أخوتك ولكنت الدار عامرة بالضياف وأولادهم ولكن منين جايي هذي الجملة ديال الموش والفار وواش طومين جيري لعبوه واحد دور باش هذي الجملة تولي كتستعمل عدنا في ديورنا صراحة ماش يمتأكد مية في المية ولكن غالبا أن هذي الرسوم المتحركة لعبات واحد دور إلا قلت لكم تغمضوا عينيكم وتخيلو مش كيجري ورا فار غالبا غدي تصورو طومين جيري ولكن أنا كان دائما عندي واحد السؤال اللي هو شكون تشرير في المغامرات ديال طومين جيري واش الموش والفار مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال سوليما ستوريز إلا جينا نشوفو طوم و جيري بجوجهم هما البروتاغونيست يعني عليهم داير الفيلم والمتفرج هو اللي كيحكم على معامن كيتعاطف يعني انتم اللي كتخذو القرار على شكون اللي ضريف وشكون اللي شيرير كيني الناس اللي يقدروو يتبدل تعاطف ديالهم مع واحد من هات الشخصيات كلما كبروا في السن ولا الظروف ديال حياة ديالهم فاش كتتبدل فاش كتكون انتا ولا انتي مثلا هو الكبير في أخوتك واش كيدفعك باش تبغي طوم كتر بن جيري مع الوقت مش حال واحد مننا كان جيري ولا طوم وش حال من طوم ولا جيري قبل ما بدو التحليل ديالنا غادي نضربوا واحد دورة خفيفة في التاريخ ديال هاد الانيميشن كل شي كيبدا في الف وتعمية وربعين في نجوش ديال الناس اللي غادي وليوا أصدقاء كبار واللي هما وليام هانا و جوزيف باربرا غادي يصيبوا أول حلقة ديال توم ان جيري اللي سميتها بوس جيتس دبوت واللي كان فيها مش سميته جاسبر والفار اللي سميته جينكس هات سميت ما يعجبوش الجمهور بزاف هانا و باربرا غادي ديروا واحدة مصابقة في ستوديو ديالهم اللي قاسمية واعرة يربح خمسين دولار ومن ثم خرجات السمية ديال توم ان جيري في الحقبة الأولى ديال الرسوم غادي يخرجو شي مية وعطاش الحلقة ما بين الف وتسعمية وعين و الف وتسعمية وثمية وخمسين اللي غادي تدي سبعة ديال جوائز ديال أوسكارز من ثم و توم ان جيري مكاين غير السكسس القيصة سهلة مش ديال الدار صباح وليلك يحاول يشد فار في ستيل ديال سلابستيك كوميدي اللي كنت عنده واحد ناجح كبير في ديال الفترة سلابستيك كوميدي اللي كنت هدرت عليها في الحلقة ديال تشارلي تشابلين هي واحد الكوميديم بنية على جراس ضيق ضرب جريع لي نجريع ليك مهم الى اخير طبيعة الحال هاد العمل كان في واحد الفترات تاريخية كان فيها بزاف ديال العنصرية والميزوجينية اللي كلقاوها في طومي جيري ولكن هدا ماشي هو الموضوع ديالنا اليوم الموضوع ديالنا هو شنو العلاقة ديال هاد المش والفعل وشنو الاهداف ديالهم من الحياة وفاش كنرقزوا للعلاقة بين هاد جوج ديال كيبالينا بلا واحد ماشي هو العدو ديال الاخر وخا كنين بزاف ديال المطاربات بيناتهم ولكن فاش كيكون في شي حلاقات عدو لهم بجوج كيتعاونوا بحل متلا ضد هدك الكلب سبايك وبعد المرات وخوعت فيهم كيربح الاخر كيبين على شوية ديال الحنان والشفاقة بحل في ذاك الحلقة اللي طوم كيعتق فيها الجيري من الموت اذا الى ما كانوش اعداء شنو هي العلاقة ديالهم باش نجاوبوا علي هاد السؤال خاصنا نعرفو شنو الهدف ديال كل شخصية طوم هو مش ديال الدار والمسؤولية دياله هي ان الدار ما يكونش فيها الفيران هذا هو الهدف ساهل وبين و جيري هو فار مدبر علي سكونا فابور وحتى لما يطلع راك يدبر على راسه من الكوزينا يعني ما خاصو التاخير الهدف ديال الجيري مشي هو يفلت من طوم ولكن انه يعيش لحياة دياله مهني وما حد كين مش في الدار هاد الهدف عمرو غدي تحقق يعني هاد الجوج ديال الشخصيات عندهم هدف مشتارك هو الدار و المدابزة بيناتهم هي على التاريطور تاريطوري اذا هاد الهدف المشتارك كيخليهم ديمة مدابزين ولكن عمر شوات فيهم ما كينتاصر على الاخر علاش يمكن لحقاش الهدف ديالهم ما متفقش مع الرغبة ديالهم من الحياة يخدر يكون تناقض ده بغدي ندخلو في رأس ديال المش والفار باش نفهموا اللوجيك ديالهم طوم مثلا ما عندوش غرض انه يشد تجاري لحقاش الى مكانش الفار في الدار يعني المشتوه ما عندو هدف ولهو ما طوم يخلي معاه فارك يعرفو على انه قدي يجيه شي فار جديد ما تيعرفوش اذا طوم محتاج للجيري الجيري تهو ما عندوش غرض انه موالين تار يجريو على طوم لحقاش يقدروا يجيبوه شي مش اخر ليقدر يكون دكي ويصفيها له يعني اللهم ما يبقى في الدار المش اللي عندو معاه خبرة كيف ما كيقولو اللهم ما يكون عندك عدو كتعرفو العدو ما كتعرفوش اذا انتهو خاصو طوم العلاقة دي لشخصية بجوج هي انه واحد هو النميسيس دي لالاخر يعني انهم اعداء للمصير ديالهم متعلق ببعضياتهم وصعيب شي واحد فيهم يربح كتبقى هذه العدوة والانتقام بيناتهم دائما وهي اللي كتخلي الحياة ديالهم بجوج تبقى قارة وستابل وفي هذا القيصة بالضبط صعيب نقولو شكون هو الهيرو وشكون هو الفيلان لانهم وخام دابزين خدامين بجوج لنفس الابجيكتيف هو انهم ما يوقعش تغيير دي دونت وانت تشينج فاش كنشوفو الحياة ديال طوم انجيري نقدرو نقارنوها مع الحياة ديال سيسيفس المالك اللي تحدى الموت في الميتولوجية الاغريقية واللي حكم عليه زوس باش يدفع حجرة القمة ديال واحد الجابل غير هو كلما كيقرب يوصل القمة كدر ديال حجرة التحت وهو كي نوضي عاود نفس العمل الى اخره و الى الابد هدي هي الحياة ديال المشفى الفعل كل واحد فيهم كيفيق الصباح باش يحاول يشد ولا يهرب من الاخر باش بجوجهم كيخلقوا واحد توازن في العالم اللي عايشين فيه هالتوازن ضروري باش الحياة ديالهم تستمر وانهم من عدم الاستقرار كيخلقوا واحد الاستقرار ديالهم شخصي وانتوما واش في الحياة ديالكم كتعتبروا رأسكم طوم ولا تجاري فكروا فيها مزيان وخليليوا الجواب في الكمونتر شكرا وانتلاقوا في حلقة جديدة من سوليما ستوريز اشتركوا في القناة